بسم الله فيه اربع سئلة جم بكلامه على المقابلات فهنشوفها مع بعض وبتمنى تكون فيها اجابة على اغلب الاسئلة اللي بتدور في زهن الناس اللي بتقدم الموظيفة في زي حالته ليه في نهاية المقابلة المدير ما بيقولش النتيجة ما بيقولكش انت اترفط او تابلت تمام خلينا نتكلم بشكل عملي ان ممكن يكون المدير ما بيعملش الترفيو الواحد بس بيعمل الترفيو لمية واحد تمام يعني هو ممكن هو عامل حسابه ان انا الوظيفة اللي انا الشاغرة الان او الفاضية او اللي احنا محتاجين ان احنا حد يشتغلها اه محتاجة من وصفات حاجة معينة تمام يعني سكرتري حسنة المظهر جميلة القوام اه لا اه اعزان حد مسلا يكون عارف اه برنامج مسلا اكس وبرنامج واي وبرنامج زد او يكون ليه خبرة في درس المشاريع او يكون مهندس في موقع يعني كان مرة في انترفيو اعمالية يختبروا مهندسين الموقع فمسألوا لو العامل عامل كذا هتعمل مع ايه واحد في مرحة رعش تيبهم قالوا لا بس يبقى التلتفة اللي اعزين مهندس موقع يقوم بيعرف ايشتريم فمواصفات اللي هي شغل الوظيفة دي ان هو يعرف ايشتريم في واحد وظيفة تانية ان هو يكون بيعرف كتكلم مع الناس في وظيفة ثالثة انا في مرة من الشركات انا كنت شغلت فيها كم مشتريت ان اللي هيشتغل شغلانة ما كنتش بعرف هي اروايكتي ده ده يعني يشتغلها في اسبوعي وشرط في الوظيفة ان هو كنتش بعرف هي اروايكتي لقصة يعني فبقى فيه مواصفات قدامه هو بيبدأ يشوف الناس اللي جات ومش اول واحد هيجيله هيقول له تعالى لا بيشوف واحد اتنين وثلاثة واربعة لان اصعب قرار المدير بياخده وممكن لو انا اطريق ان اخد القرار ده ممكن اعود اسبوع مثلا مش عارف اعمل ايه ان انت تفصل موظف عشان كده بيتراعي ان انت تشغل واحد يكون سلوك كويس ورجل محترم وا 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 الحاجات دي كلها لان ممكن يكون بيعرف شغل الشغل بتاعك مانية وخلصك الشغل بس مش امين مثلا او بيعمل حاجات حركات نصف كم او بيضيع الوقت او 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 معنو فاهم الشغل لانا بس سلوكات وحش او سيء الخلق فلازم انت تبقى في الانترفيو تحاول تختار افضل واحد يجي الشغل معك في شركة يعني انا ممكن واحد عارف ان هو مثلا محتاج شغل لانا ايه باعطوا ايه شرك انما اجيبه الشركة اللي انا شغال فيها صعب فانا لما كون انا بعمل انترفيو مع ناس فلازم بسرعة القط وهو لازم اعمل انترفيو معك هزا واحد وبعلم ده كويس دواحش ده كذا ممكن خلال مسلا ان انا بسلم عليه الايه رخوة شوية فباش هينفع معانا مسلا احنا عايزين حد واثق من نفسه في السلام نفسه يكون واثق من نفسه ما بيكلامش كتير لا عارف وبيقول ايه يعني لما اسأده اسئل سؤال ما هيقولش ايه والله هي اس لكان لا فيه اجابات واضحة فالموضوع فعلا ام ممكن يكون فيه عامل كتيرة غير ان انتجابات السؤال طريق تجابة الاسئلة ده بتفرق من من شخص لشخص يعني هو كل حفظ مثلا اتنين زي تانين باربع واحد ممكن قيلfon لك اربعة واحد Griffin لك احنا لو عملنا كذا ولو قولنا كذا ولو فقط وفي واحد تلاقيه متلاق اربعة لأ ده السؤال ده سهل قوي اكيد هو يصد حاجة تانية طب نخليها ستة طب طريقة اجابة السؤال في عامل كتيرة غير اللي جابة النهائية اللي الناس كلها عارفها لذلك في الشركات الكبيرة ممكن يعمل كذا مرة بتبقى مع الاشيار مرة بيبقى مع واحد تيكنيكال مرة مع المدير يعني ممكن ان تدخل تلاقي فيها تلاتة واحد فيهم هو اللي بيسألك بيسألك تكنيكال والتانيين عاديين تحس ان هم عاديين بيشربوا شاي او بيستنين حد لأهم مركزين في كل حركة مركزين تاعة كرسة زي لابس اي جيت ايمتا كل الحاجات دي نقاط بتتكتب يعني انا ما كنت بعمل الانترفيول للناس في الشركة الكشارفية في حاجات كتيرة جدا نقاط بتتاخذ في الحسبان يعني اا الشكل المنظر الكذا 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 النوات كتيرة بتتحط وبنبدأ نقيم الشخص اللي عمل الانترفيول فهو ما يقدرش يقول لك اه ولا لأ اا وممكن هو بس يعني او يفضل او انا ببقى اقول لي يا ريت لو انت شايف الشخص المتقدم عنده حاجة نقصة اا بينك وبينه كده بس تقوله انا ملاحظ بس انت كويس جدا في قاعدة ان انت لما تنتقد حد لازم تبدأها بمتح اا قاعدة عامة لو انت شفت عند حاجة حاجة غلط لازم تبدأها بان انت تمدعه تقول له والله انت راجل كويس وفي تكنيكا لو شكلك راجل محترم بس انا لو حاست بس بس ملاحظة بسيطة كده ما تزعلش مني اتمنى بس انت خلي بانك منها عشان تبقى وهي النقط عندك في الانجهزة مسلا في مشكلة او انت مثلا كزا او يعني من اخوك كبير او من واحد في سن والدك خلي بالك انت عندك مثلا النقطة معيان عايز تصليحها دي بره الانتروفيو حاولت تصليحها وهتلاقي نفسك في وظاف احسن تمام بمناسبة اللازم ان انت اندى حد قبل ما تنتقده وقد دخلت مسجد وكان لسه ما تفعلش حصير وحاجات ازا كده فانا شفت حاجة غلط فروحت الامام هو كان مدقي مني لأسباب طويلة يعني فولا شيخ الله انت ربنا يجزيك خير ان انت بتنور المسجد وربنا يبارك فيه كوة والحاجات دي كلها ولسه اقول له فيه مشكلة فراح هو باخد شوية اتراب كده وراح اقرامي مفوش فاقول له ليه كده قال لي ازا رأيته بالمدحون فاحص في وجهههم اتراب لطلع يعني الحديث مقصود به الناس المنشاغلة واكل عشها من المتحب الباطل ليش واحد بيكلم حد بينه وبينه المهم يعني ندخل في السؤال الثاني ما هي مواشرات القبول او الرفض في المقابلة في المقابلة بتحس بان الراجل مثلا بيبدأ يخش معك في التفاصيل ممكن يقول لك طب انت على فكرة لو جيت هنا فيه مواصلوقت مثلا ما فيه حاجات زي كده بتحس او ان انت خدت خطوة او فيه خطوة تانية او يقول لك طب انت لو جيت ايه هيحصل او انت تقدر تسيب الشركة في خلال قد ايه دي كلها مواشرات بتقول لك او ان فيه احتمال لان هو مش بياخد القرار اللي بيعمل لك الانترافيو بيرفع التقرير ده الناس تانية ويبدأوا يشوف حاجات انا كنت بعمل انترافيو لناس كتيرة وبرفعوه اللي وراء لما بترجعلي بعد كده عليها تراثين امضة ليه معرفش يعني واحد عادي جاي يشتغل في الشركة مش هشتريها لا فيه كذا واحد او برو او المدير العام والمدير عام شي والغير كذا واحد بيعمل فهو مجرأ بس ان هو الرجل بيدي الكومند فهو لما بيدي الكومند بيقول لقنا الرجل ده كويس ومعايزينه معنا تمام طيب اه هالمدير البم مثلا في المقبل بيختبر المتقدم بنفسه او بيفوق احد المهندسين الصغار بامتحانه متقدم وازاي المدير بيصك في رأي هذا المهندس الممتحن الصغير ما لامتحانه متقدم بنفسه شخصية. بص يسد الفضل. واقعيا انت بتجي تطلب واحد بيجي لك مية واحد. وانت حاطة تشوط معينة وكتبها بتقول يا اخوان انا عايز واحد يكون بيعرف كذا كذا كذا. بيجي لك ناس كترة جدا واغلبي ما عارفوش الموضوع دوت وبيدع وقتك. تمام? فانت ممكن بتعمل ايه? بتتجيب واحد ممكن بسيط مسلا في الموضوع او كويس او بتقول له دي الوردة الاسئلة الهيات وسألهم. وصح غلط صح غلط. شوف لو حد وصل ثمانية من عشرة خليه يدخل لي. او واحد وصل لستة من عشرة. ابدأ اتكلم معي. بس بيش يقعد مع واحد اضيع وقت معي وانا البين مانجر بتاع الشركة. في مع ناس ممكن يكونوش عارفين الموضوع ايه وطيين وحاجات ازا كده. تمام? فهو بيبقى المدير اللي هيتعين فعلا هو ده اللي بيجي يقعد مع المدير ويتناقش معاه ويبدأ يتفي معاه على الحاجات. وممكن مسلا اللي هو جاوب الاسئلة كلها صح. بس لما عند مدير المدير مسترح لهوش حاس ان الرجل ده بيليف ويدور وحاجات كده. تمام? فدي اه اجابت سؤال واقعيا ان اه ممكن اي حد يختبر الناس بس التعيين بيبقى مع الادارة. وبشعال المدير هيتدع وقته مع ميت واحد ممكن ميت واحد دول ما يكونش اصلا سمع عن الموضوع. بس لانا سم فاضين فجم. تمام? يعني انت مسلا بتطلب مسلا واحد فان في الادارة. فجي لك واحد يقول لك لا انا جاي بس اقول لكم ان ما تعملش حساب فيش طغل لانا دي. بس. السؤال الرابع ايه المطلوب منه اللي تقدم عامله بعد اخرجه من المقابلة? يروح يبس ايدي امه ويولاد عيلي. ده ده المطلوب منه. اه ممكن اه اه انت في المقابلة عارف تاخد مسلا الايميل بتاعه وتبعت له شكرا ان انت اه كنت بتعمل صبورت في سنة الانترافيو او شكرا للك على اه المقابلة الحلوة او يعني مجرد بس كلمة حلوة للراجل لان حتى لو مش تغلطش معنا بكده اه ما عارف ناسكنوزس. ممكن يعني المثل بيقول طول ما انت طبال وانا زمار هتجمعنا اللي يلي. تمام? فالي مطلوب منك ان انت اه ما تفضلش اه خلاص ذهنك الشغل لنا دي الشركة دي اي 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 اي. لأ اللي مطلوب منك ان انت تطور نفسك ان ان انت تشوف الشركات الاخرى تجمع معلومات وانت رايح الشركة فضل ان انت تكون مجهز معلومات عن الشركة دي اي اتو مجموعات ومعلومات عن المشايع اللي شغلة فيها وكل حاجة وانت اه رايح الانترافيو بحيس ان انت تعرف تتجاوب معي وتتناش معي. اتمنى اكون الاسئلة وصلت واتمنى اكون الواحد توفق في اشتركوا في القناة